أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عدنان الشافعي المطلبي القرشي التقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي هذا العالم العظيم أحد أئمة المسلمين في جميع العالم قدم عنه مسلسل درامي شيء عظيم جدا اللي عجبني أكتر من مسلسل الدرامي هو الصحوة اللي عند الناس اللي عند الشعب المصري اللي عند الشعب العربي اللي قاله ليه المسلسل المسلسل فيه كذا رغم أن نقدس اللهجة العمية ولهجتنا ونعتز بها لكن انتفض وانتصر الناس العاديين للإمام الشافعي بأن هذه اللغة ليست لغة والراجل كان أحد أساطين اللغة العربية وكان يتحدث اللغة العربية ورجل يعني حفظ القرآن الكريم هو عنده سبع سنوات وطبعا أمه ولدته في اليمن توفي أبوفا انتقل إلى مكة وبعدها إلى المدينة طبعا حفظ القرآن في مكة انتقل إلى المدينة ليتعلم ويستفيد من علم الإمام مالك هنا المشكلة الحقيقية أنه لم يكن الإمام الشافعي مثل أي شخص يعني هذا رجل كانت هناك قبيلة عربية شهرة أو مشهورة بالفصاحة واللغة اسمها هزيل قبيلة هزيل كان يركب معهم ويرتحل معهم وينزل معهم إذا نزلوا الأصمعي أكثر العرب فصاحة قال أنه هو صححته أشعار هزيل على فتن يقال له محمد بن إدريس أنت متخيل الموضوع رح ليفهم ثم يعمل حاج ما كانش في لغة عربية موجودة لغة عمية موجودة يعني شغل صراحة جيينة أو شغل عظيم طبعا شغل صراحة جيينة أو شغل عمية المصرية أو اللهجة الدارجة لم تكن موجودة في مصر في ذلك الوقت كانت اللهجة اللاتينية اليونانية وكان في أوقات كتير لما عمر بن العاص اللي هو كان بنى الفصطاط اللي يمنور بأهلها في المسلسل كان يأتوا بعض الصحابة بمترجمين في أوقات كثيرة لناس لا تنطق اللغة العربية بالأساس فلم تكن العمية موجودة أو مطروحة في ذلك الوقت فكان يجب الانتباه خلد النبو موصل كويس إحنا لا نقدع في خالد ولا محمد هشام عبايا ولا أجب بقول له أنتم عملين أكاذيب وتضليل وتحريف للتاريخ هذا طبيعي لما عمل حاتم علي المخرج العظيم ليه حج برضو مخرج كويس مخرج سوري بالمناسبة مخرج مسلسل رسالة الإمام لما عمل ملوك الطواف جاب واحد مثلا زي محمد بن أبي عامر هو أحد العظماء في تاريخ الأندلس هذا الرجل قاد تقريبا ستين معركة لصالح الإسلام وانتصر فيها هذا الرجل كان يشرب الخمر وحاتم علي جابه أنه هو بيشرب الخمر وقيل أنه تاب في آخر ثلاث سنوات من حياته محدش قدر يقول لحاتم علي أنت كذاب وانت مدال يعني هو معتمد على كتب كثيرة جدا سواء كتبت وقتها وقت الأندلس أو لمعاصرين فموجودة في كتب صحيحة يعني الكلام مش اختراع فكان النقد يوجه لأشياء لا عمل مع عمل الشرب حين أنت هنا بتقدم حاجات معاكسة تماما للواقع ما جبتش بيئة العمل ما جبتش ملابس الزمن اللي كانت موجودة فيه فكان حاتم علي جايب ده طبعا أنا مش هتكلم في الكدرات وكدرات تصوير بتاع الاسحي كويس معمول الاسحي يجو عامل شغل كويس لكن هو تمثيل خالد النوم وموثل كويس لكن أنا بتكلم فيه أن أنت تتلعب التاريخ أن أنت يا رجل جايب شعر لشعر سوري معاصر نشره في دواوين ونشره على الفيسبوك انت خدته ونشرته ونشرته على أنه الإمام الشافع هو اللي بيقوله يعني كماعة فيه تصحيح فيه مراجعة تاريخية يعني حتى لو عباية كتب دراما في حد بيراجع تاريخيا العمل موجود الحاجة التانية الإمام الشافعي قال فيه أكثر من موضع وفيه أكثر من كتاب من كتبه العظيمة أنه لو ما درسش العلم أو لو ما تفقه في الدين كان هتجه للطب وعنده في الطب رؤية ووعي وفاهم فموضي زوجته لطبيب بيكشف عليها وقتها كانت مشكلة الموضوع دواقف عامل كده أنت عايز تقول أن المسلمين والمسيحيين إحنا أخوات كمسلمين والمسيحيين ما عندناش مشكلة يعني لحنا بنكره المسيحيين ولا عندنا مشكلة مع المسيحيين ولا مع سيدنا عيسى عليه الصلاة عليه السلام عفوا يعني عندناش مشكلة معهم فأنت جاي جايب لي المشهد علشان توصل ده يعني أو عشان ده المشهد اللي أنت عايز توصل للناس ثم مسألت الشهر حتى الإمام الشافعي نفسه قيل أنه أنا أريد من سنة أو سنتين عدت قراءة كتاب طبع حديثة من ديوان الإمام الشافعي والمؤلف مش فاكر اسمه أو المراجع يعني لصح الكتاب جمع جميع الدووين اللي طبعت قبل كده في مصر في سوريا في اليمن في السعودية ما عرفش إجابها كلها وجمعها واشتغل أنه يطلع نسخة صحيحة من الأشعار هذه الأشعار رائعة في الحكم والمواعز لكن قيل أنها مش من تأليف الإمام الشافعي وأنها تلصقت به أو تحطت على اسمه علشان يعني مكانت الإمام والكلام ده طبعا المسلسل هو بيتكلم على آخر ثلاث سنين ليه في مصر وعشوا في مصر قبل وفاة كما هو تدفن في مصر القصة الأهم برد تانيخين قصة خلق القرآن يعني الإمام أحمد لما جابه الخليفة وعذبه وضربه وقال له الأفتي أحمد والقرآن مخلوق والقرآن كذا وكان أحمد بن أبي دؤاد قاعد مع الخليفة مش عايز تخل في قصة المعتزلة الخليفة كان معتزلي والمعتزلة عندهم أشياء عظيمة وأشياء سيئة يعني مش كل حاجة في المعتزلة بدعة هم عندهم بدعة لكن عندهم أشياء عظيمة وعندهم إعمال العقل وكذا لكن كان مسألة خلق القرآن دي كانت مسألة كارثية طبعا والإمام أحمد رفض وقال لهم لو أتلتوني يعني فهو الله سبحانه وتعالى يعني هو يعني أزل موجود بوجود الله أنت بتكلم في إيه فبيجيبها أنت في المسألة على أن الشافعي جاءت قبله فهو بيعلق عليها هو مات قصة خلق القرآن دي سنة 204 تقريبا هجرية كانت 208 هجرية والإمام الشافعي مات 204 تقريبا فانت جاهب قصة مختلقة هل تريد أن تعمل على هل تعمل عمل على الإمام أحمد بن حنبل يعمل يا سيدي عن أي حاجة تاني حاجة الأهم أنه بعد الانتقادات الكتيرة يتكتب في تيتران وسلسل هذا عمل درامي مشتريخ يا جماعة أنتوا بتشتغلونا أنتوا بتغرجوا جايب لشحصية الإمام الشافعي طب ماشي نجيب عمر بن الخطاب بقى تجاوز عشرين واحدة وعمر بن الخطاب كان في المملكة العربية السعودية عايش و انتقل بعد كده إلى قطر وإلى البحرين يعني عملوا موجود دلوقتي نجيب طه حسين هو أعمى لأ نجيبه مفتح بالعمل نجيب خلد بن الولد كان بيحكم مصر عادي يعني يعني إيه عمل دراما عن شخصية تاريخية أنا دي ما شفتاش يعني يا رجل دي حتى أسامان والركاش أو ما كان بيجيب لها الحلمية فيجيب حاجة عن جمال عبد الناصر أو أنور السادات فيستقم للتاريخ يعني بيجيب دراما كلها بس في حدث حصل يعني في حدث حصل يعني احنا نجيب بقى نقول الصحابة هم اللي عاملوا حرب أكتوبة سنة 73 ونكتب ده عمل دراما نتكلم عن الصحابة نتكلم عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بس الموضوع ده حصل سنة 31973 عادي جدا يعني فده خلل حقيقي يعني يعني أنتو بتشتغلوا الناس أنا أتمنى أن مصر تقدم أعمال عظيمة وأعمال دراما الدراما وتلعب دور حقيقي في توعية الناس وناس كتير ما بتعرفش تقرأ ومهات الكتب أو ما عندهاش يعني عندهاش قراءة أو فيه ناس برضو أمية كتير يعني تتكلم في 40% من الشعب أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب فما فيش مشكلة تعمل أعمال درامية عظيمة لكن ما تجيب ليش إمام الشافعي وهيقف كمان شوية لو هيقول تحيا مصر ثلاث مرات يعني بس على فكرة تحيا مصر بتاعت المصرين كلهم يعني مش السيسي بس بس في كلنا نقول تحيا مصر بس ما كانتش والله موجودة أيام الشافعية يعني فستاد بنوارب أهلاء جميل يعني ده اختراعي كدش يعني فأنا تمنى أن مصر يتقدم أعمال حقيقية تليق وتكون تاريخيا صحة السلام عليكم